السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيه. النهاردة نتكلم على طريقة العناية بالورد الجوري للحصول على اظهار كثيفة. لو عندك ورد جوري ما بيكبرش عندك ورد جوري الورقة صغيرة عندك ورد جوري الظهور بتاعته بتسقط. هقولك النهاردة العناية اسهل عشر اشياء بنستخدمهم كنا بنستخدمهم في المشتل او عشر حاجات لازم تعملهم للورد الجوري عشان تفضل يكون عندك بالشكل اللي انتم شايفينه ده والازهار كمان ما تسقطش من عليه وكمان يفضل بالعناية اللي انتم شايفينه دي. اول حاجة الورد الجوري او الورد البلدي بيحتاج شمس مبشر حوالي ست ساعات كل يوم شمس مبشر. خلي بالكم ان فيه نوعين من الورد الجوري ورد جوري داخلي بيعيش داخل المنزل ده ما بيحبش الشمس. اما ده بالنسبة للورد الجوري الخارجي. تاني حاجة طبعا التسميد. فيه بنسمده على كزا مرحلة اول حاجة بالنسبة للشتاء في الشتاء في شهر عشرة واحداشر واثناشر واحد واثنين بيفضل ان احنا نسمده باسمات بلدي. سمات بلدي طبعا اللي هو اسمات الحيوانات يكون معاق. طبعا كمان كل خمساشر يوم بنحط له كمان سمات الحديد او عنصر الحديد. عنصر الحديد ده بيساعده على التزهير باستمرارك. والافضل ان انت تسمده باسمات ان بي كي خليك حفظ الاسماء اللي انا بقولها دي. وعلى فكرة ده كل خمساشر يوم او كل واحد وعشرين يوم تسمده بالحاجة. يعني مثلا المرة دي سمدته باسمات ان بي كي. المرة التانية تسمده بعنصر الحديد. المرة التالتة تسمده في لو في الشتاء يجب انت تسمده باسمات بلدي. طيب. تقري ارابح حاجة طبعا عنصر الحديد بيساعدوا على التزهير. تقري ارابح حاجة طبعا بالنسبة لي الورد الجوري او الورد البلدي بيجي عليه حشرة كتير جدا زي المن والتريبس والبيض الدقيقي والعنكبوت طبعا احنا بده نروح نشتري له حاجة اسمها فتاك واحد او الموجود في بلدك. يعني انت روح قلن عندي مين والتريبس طبعا انا بتكلم للجزائر وبتكلم للعرابة بتكلم لملاكة العربية السعودية. لان الناس كدير جدا بتقول يا محمود انت بتقول عندك فتاك واحد مش موجود عندنا. فانت لما تروح تشتري تشتري عنصر مثلا اول حاجة. وانا بنصح ان انت تروش شراشطين. كل 15 يوم تروش شراشطين بس. الاول بمبيض حشر اللي هو بتاع المين والتريبس والتاني مبيض فطري. عشان ما يخليش اي حشرات او اي افات في النبات. طيب ربع حاجة او خمس حاجة. المية. يا جماعة دبط المية ده مهم جدا بالنسبة للورد الجوري. طبعا اه قطر الرأي او قطر المية ده بيسبب باختناق الاكسجين للنباتة. وقلت المية بتموت شعيرات الجزور النباتة. يعني انت لا تعطش ولا تزود ري. تزبط ريك. انت على حسب الجو الموجود عندك. الطربة اللي انت زراحة فيها ده بيختلف طبعا من بلد لبلد. انا ممكن عندي مثلا بمصر او الميلاك العربية السعودية اقدر ان انا كل يوم في الصيف. بالنسبة للشتة ممكن تكون لتلات اربح ايام فهي بتختلف نسبة اهتناسق. فانت بتخلي ما بتخليش الطربة بتكون فيها زيادة ري ولا تقلل لها الراي. ده بتمتوصل. شوف انت التربة مسلا انت ساقيتها النهاردة. هل بيفضل فعل بكرة المياه او بتفضل خضرت طول اليوم من بكرة. يبقى انت تزبط الراي. سادس حاجة طبعا الزراعة بالبزور. ده بيتزرع بالتعقيل وبالبزور. طبعا التعقيل في شهر عشرة تقدر ان انت تعقله دلوقتي. وبتزرع كمان بالترقيدي الهوائي في شهر عشرة وحد عشر واثناشر واحد واثنين واثنين واثنين. بالنسبة لو انت عندك وارد جوري يعني حجمه انت عملت الراي عملت بالنسبة للراي الاضاءة التسميت كل حاجة وما بيكبرش. وتروح تشترول حاجة اسمها الهوميك اسد. وعلى فكرة الهوميك اسد ده بيساعد على التزيير بيساعد على النمو الخضري هو سعره زيادة شوية. بس بيجيب نتيجة طبعا لكل لكل الاشجار مش بس للورد الجوري. تامن حاجة طبعا اهم حاجة قص الأخصان الميت. يا جماعة لازم ان نقص اي غصن ميت لازم ان نقصه من الشجر على طول عشان ما يقصرش على الشجر. تاسي حاجة طبعا تسميد التربة بانا بفضل ان انت كمان لو عندك اشرب يد عندك التفل قهوة ده بتحطه للتربة بيساعدها على طول وبيساعد النبات على طول بيفيد النبات. اهم حاجة تدعمنا باللايك والشير وتشارك. وكل جديد ان شاء الله على القناة. الناس بتاع الجزائر. الناس بتاع العراق. الناس بتاع المصر. بتاع المملكة العربية السعودية. الامارات. قطر. سلطانة عمان البحارين. السودان. الناس دي كلها ما بتدوش لتلايك. ارجوكم دوسوا لايك. عشان. وشارك الفيديو لكل جديد ان شاء الله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك 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 لايك.